بسم الله لو انت شغال على الاركي كاد فيه كود هيساعدك اسمه وبهم تكنولوجيا برتكول فور جرافي سوفت اركي كاد كود متميز فيه شوية حاجات بتساعدك على ان انت تخلص شغل بتاعك على البرنامج بيبدأ بانه يقولك بعض التعريفات يعني يقولك مثلا ايه هو الاف سي ايه هو الالي سي اف ايه هو البي ال ايه بدي بعض التعريفات بعد كما بيبدأ باقي يقولك كولبريشن هتعمل ازاي الداتا سكورتي اند سيفينج وكل شوية بتحدث وبفكرة كلها الكود بيبقى بكامش مع صوفت وير هنا بدأ يركز على الصوفت وير اللي هو الاركياد النقل البيانات هتعمل ازاي بم داتا تانسفير الداتا تانسفير هتعمل ازاي المودل استراكشور هتقسم ازاي وهتتعمل ازاي التقسمات بتاعته الهوت لينك الرفرنس بتاعتي المسدولش بتاعت ازاي الوفيس تنبليت البرجكت تنبليت التيمورك طريق تسميت الموديل هتسمي مثلا ندروا الاول بقى شرطة بقى النمبر وبالكى شرطة موديل فيو شرطة الديسكريبشن اللوكيشن هاي بقى الشغل فيها هبعمل ازاي بديك بعض المعلومات وبيديك بعض المحاذير وبيع فيه معلومات من خلال البركتس ناس اشياء البرنامج الفولدر استراكشور والتسمية هتبقى عملها ازاي اللير هتسمي الليرات ازاي هتسمي الديمينشن ازاي الفلاتر الفولدر فبتبا كواز جدا لما ندفلها هتبقى متفع على بعض الاسامي بحيس ان انا اول ما اشوف المسلا التكست ابعارف اه ان التكست بكون اول حاجة ان انا بكتب ارتفع التكست وبعد كده بكتب نوعه وهكذا الان ويت الريسورس بتاعتي الكينوت هنشغل بها ازاي طبعا الكينوت يعني في البريطاني في الامريكي لا ليه حاجات تانية تمام وفي الاخ خلص بقى البروجيكت فولدر ففيه شوية معرومات حلوة لو حد عايز يشتغل بيم لها المعودة كويسة اتمنى يكون الموضوع مفيد هتلاقي الروبط بتاعه اسفل الفيديو